كمان برضو كأي مناسبة أو كأي عيد بيكون ليه تقوسه كده وأشكال الاحتفال وخصوصاً كمان عند الأطفال بيكونوا مهتمين جداً بالفكرة دي مثلاً في فترة الهالوين الأطفال بيكونوا لابسين أزياء كده معينة ويعدوا على البيوت علشان يطلبوا منهم حلوة أو أن هما يدلهم حاجات حلوة الحلو جاء في الموضوع أو الكامي دي فيه أنه هما لما بيعدوا على أصحاب البيوت بيقولونهم حلوة أم حيلة يعني إما تديله حاجة حلوة إما هو هيعمل عليك اللعنة خدعة أو اللعنة بالظبط هتصيب صاحب البيت ده حلوة أو يعرفي جداً فالأفلام الأمريكاني دايماً بيعملوا اللقطة دي فإنه في أفلام كتير عوية بتتعامل عن الهالوين فالأطفال فعلاً بيعودوا يخبطوا الببان ولما العيلة دي ما بتدلهمش حلوة فعلاً بيحصل أنهما بيتعرضوا لكوارث وشيء كتير دي أفلام بصي صور آه طبعاً دي أفلام الصور ده بقى القرع اللي قلت لسه عايزة أكلمك عنه أنه من تقوس عيد الهالوين كمان يا نورة أنه الناس يمكن ربطة الهالوين بفكرة قرع العسل خصوصاً أنه في 31 أكتوبر بتبدأ صمرة قرع العسل بتبدأ تبقى موجودة في الموسم ده أو ده الموسم بتاحها عشان كده هم بيجيبوا القرع ويحطوا جواه شمعة وتبقى بيسموه صباح القرع بالظبط كده زي ما أنت قلت يا نوران يمكن فيه ناس لما بيتفرق بصي وشكله مرعب طبعاً دلوقتي فيه ناس كتير بتشوف أنه هو شكله وبيبقى مخيف جداً لما بيتفرق وبنحط فيه إضاءة بالشكل ده ولكن أنا عن نفسي أنا بحب الإضاءة بتاعته جداً يعني أنا ممكن أحطه كديكور عادي طول السنة مش هداية عايزة نخضي شو شكله؟ لا خانص هي الفكرة أنه عشان مرتبط بس بفكرة أنه الهالوين والناس كتيرة قوي بتحطوا في ديكورات كديكورات للمحلات أو للبيوت أو في الجنين فبيبقى الأجواء كلها مرعبة قوي فنسربطته بكده لكن هو في الأول في الأخر عماتاً قرع العسل هو صمرة حلوة أنت عارفة أنه هو في البداية كان الاحتفال بالهالوين بطريق قرع العسل كان الجزر كانوا بيستخدموا الجزر في الاحتفال بعيد الهالوين ويعملوا منه أشكال ولكن الأمريكيين هم اللي اخترعوا فكرة قرع العسل واستبدلوا الجزر بقرع العسل عشان يكون زي رمز كده للهالوين أنا شايفها أحلى يعني